موسيقى أهلا بكم في النشرة الاقتصادية ونستهلها دائما بأبرز العنوي قفزة كبيرة في أسعار الصرف على الرغم من خطوات البنك المركزي لمعالجة التشوهات السعرية موسيقى حملة حوثية شارسة تستهدف القطاع الخاص بصنعه تحت مبرر ضبط الأسعار موسيقى أزمة الغاز المنزلي تشتعل مجددا في تعز وسط اتهامات للجهات المختصة ببيع حصة المحافظة موسيقى أهلا بكم سجلت أسعار العمرات الأجنبية قفزة كبيرة ما من ريال اليمني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرفية وأفد متعاملون مصرفيون لمن شباب أن سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم الثلاثاء ألفا وعشرة ريالات للشراء وألفا وستة عشر ريالا للبيع وارتفع سعر الريال السعودي مقابل العملة الوطنية إلى مائتين وثمانية وستين ريالا للشراء ومائتين وسبعين ريالا للبيع وتأتي عملية تدهور أسعار الصرف على الرغم من إعلان البنك المركزي في عدن عن حزمة من الإجراءات لمعالجة التشوهات السعرية للعملة واتخاذ إجراءات مشددة ضد منشأة وشركات السرافة لمنع عملية التلاعب بالعملة تشن ميليشي الحوثي في صنعاء حملة أمنية مكثفة ضد القطاع الخاص تحت مبرر ضبط الأسعار والمخالفين وأعلنت الميليشي الحوثي خلال اليومين الماضيين مرحلة الطوارئ لمواجهة التجار والقطاع الخاص في مناطق سيطرتها بحجة ضبط المتلاعبين بالأسعار في محاولة وصفها مراقبون بالمكشوفة لتبرير عملية رفع الأسعار على الرغم من أن القرار الحكومي برفع أسعار الجمارك لم يدخل حيز التنفيذ كما أن رفع تسعيرة الدولار الجمركي من قبل الحكومة الشرعية لم يشمل المواد الأساسية والسلع الغذائية والأدوية والوقود وجاء الإعلان الحوثي الجديد على لسان القيادي في ميليشي الحوثي محمد أحمد الهاشمي نائب ما يسمى بوزير الصناعة والتجارة حيث باشر باتهام التجار بالاحتكار وإخفاء السلع ورفع الأسعار متوعدا بإغلاق محلات التجارة المخالفين وسحب تراخصهم وإحالتهم للنيابة عادت أزمة الغاز المنزلي في مدينة تعز إلى الواجهة مجددا حيث شهدت طوابر طويلة من السكان أمام معارض البيع الرسمية وهم يبحثون عن استوانة واحدة من غاز الطهي في ظل تجاهل السلطة المحلية للأزمة وعدم اتخاذها أي مؤية معالجات اشتعلت أزمة الغاز المنزلي في محافظة تعز مجددا على وقع أزمات اقتصادية متلاحقة نتيجة تدهر قيمة الريال اليمني وغياب الحلول والمعالجات الحكومية لمختلف الأوضاع المعيشية تضاعفت حدة أزمة الغاز بتاعز مؤخرا في ظل إغلاق محطات ومعارض البيع الرسمية وارتفاع الأسعار في السوق السوداء والمحطات التجارية ويأتي تفاقم أزمة الغاز المنزلي وسط تقاعس الجهات الرسمية وسلطات المحلية عن اتخاذ أي حلول لمعالجة الأزمة حيث شك مواطنون اليمن شباب من تفاقم أزمة الغاز المنزلي في محطات البيع الرسمية وعدم قدرتهم على الحصول على استوانة واحدة سكان المحليون اتهموا كلاء استيراد الغاز المنزلي ببيع حصص الغاز التي يسلمونها للأسواق السوداء والمحلات والمطاعم في ظل تجاهل السلطة المحلية وتقاعسها عن ضبط المتلاعبين بأقوات المواطنين اتهامات سكان طالت أيضا فرع شركة الغاز بتاعز بممارسة الفساد وبيع حصص المحافظة من مادة الغاز المنزلي في الأسواق السوداء وتهريبها إلى خارج المحافظة وسط صمت رسمي من قبل سلطة المحلية عن ممارسات شركة الغاز بتاعز وأصبح كثير من المواطنين في معاناة يومية للحصول على مادة الغاز المنزلي حيث عادت طوابير الغاز الطويلة أمام معارض البيع الرسمية في محاولات للحصول على استوانات الغاز لكن الكثير من المواطنين يعودون إلى منازلهم دون الحصول عليه بسبب قلة المعروض من الغاز مع كثرة الطلب عليه من قبل المواطنين ونشد المواطنون السلطة المحلية بتجديد الرقابة على وكلاء توريد الغاز وعدم السمح لهم بالتلاعب في أقوات المواطنين والمتجرة بمعاناتهم في ظل تفاقم أزمات معيشية أخرى تكالبت على المواطن طالب البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن من كافة شركات الصرافة تقديم قوائمها المالية السنوية خلال أسبوعين كشرط لتجديد ترخيصها وأصدر البنك تعميما يطالب شركات الصرافة بنسخة من بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني معتمد لدى الإدارة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة في عدن ممهلا شركات الصرافة أسبوعين لتقديم قوائمها المالية وأكد التعميم على التزام الشركات المستقبلي بتزويد البنك بقوائمها المالية في مدة أقصها نهاية أبريل من كل عام وأحذر التعميم الشركات الصرافة المخالفة من أنه لن يتم النظر في أي طلبات تجديد للترخيص ما لم تكن شركة الصرافة ملتزمة بكافة متطلبات الضوابط التنظيمية يواصل اتحاد نقابات وعمال حضر موتى الإضرب الشاملة في المكاتب والمؤسسات الحكومية والذي بدأه أمس الاثنين وحتى اليوم الثلاثة من أجل تحرك الحكومة لوضع حلول عاجلة للوضع المعيشي المتدهور وإصلاح الأوضاع الاقتصادية وقال الاتحاد في بيان حصلت أياما شباب على نسخة منه إنه ما لم تسارع الحكومة والسلطة المحلية إلى الحوار مع النقابات حول مضمون المطالب المرفقة فسيدعو إلى عصيان مدني شامل بمشاركة فئة المجتمع ابتداء من يوم الأربع القادم ودعا اتخذ اتحاد نقابات وعمال حضر موت الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشعب والتي يعبر عنها الاتحاد والكف عن أسلوب الصمت وعدم التفاعل شهدت أسعار المواد الغذائية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررات ضخما حدا خلال الأسبوعين الأخيرين مقارنة بالسنوات الثلاثة الماضية ارتفع سعر الكيسة الدقيقة بوة 50 كيلو من 6500 ريال في العام 2016 إلى 24000 ريال مؤخرا بنسبة زيادة وصلت إلى 253% كما ارتفع سعر القمح بوة 50 كيلو من 6000 ريال في 2016 إلى 24000 ريال خلال الأيام الأخيرة بنسبة ارتفاع وصلت إلى 269% وسجلت بقية أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعات مضاعفة بنسبة زيادة تجاوزت 300% وسط استمرار تهوي قيمة العملة الوطنية وتأقوات بمزيد من تضخم أسعار السلع والغذاء توعدت ميليشيا الحوثي بنصب نقاط تفتيش دقيقة في المناطق الحدودية بينها وبين مناطق الحكومة وقال البنك المركزي بصنعات تابعة لميليشيا الحوثي إنه لن يسمح بتداول الطبع فئة ألف ريال غير تلك التي تبدأ بحرف الألف وشددت ميليشيا الحوثي عن موقفها بعد إنزال البنك المركزي فئة ألف تبدأ بحرف ألف ودعت السكان والتجار إلى نقل أموالهم التي لا تزيد عن مائة ألف ريال بفئة خمسمائة ريال تعهدت شركة السبأفون للهاتف النقال في العاصمة المؤقتة عدم بتشغيل الانترنت على شبكتها خلال الأيام القادمة وقالت الشركة في صفحتها على فيسبوك إنها تعمل بوتيرة عالية لإعادة الخدمة أضافت أنها ستفعل الخدمة خلال الأيام القادمة باعتبارها من أهم خدمات الشركة دشن محافظ محافظة حضر موتى لواء روك فرش سالمين البحسني في المكلة دشن العمل بالنظام البنكي الجديد بانكس في فروع البنك الأهلي اليمني فرع المكلة وفرع حي أكتوبر وقال البحسني خلال التدشين إن يدخل الأنظمة الجديدة يخلق أجواء تنفسية بين البنوك المحلية لمجارات البنوك الخارجية مشارا إلى أن البنك يعد أحد ركائز التنمية وأن مشاريع التنمية في حضر موت شهدت تطورا ملحوظا في الآوينة الأخيرة ولفت المحافظة أن سلطة المحلية دعمت وستدعم البنك الأهلي من حيث الجوانب الأمنية وتقديم التسهيلات في كافة المجالات متمنيا أن يكون للبنك بصمة في إحداث نقلة نوعية في الجوانب التنموية تواصلت المظاهرات الشعبية في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبياني اليوم الثاني على التولي للتعبير عن رفضهم لسياسات التجويع وتنديدا واستنكارا لتدهور الحياة المعيشية والارتفاع الفاحش بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية وترد الخدمات إضافة لعدم انتظام صرف رواتب العسكريين وشارك المئات في المظاهرة الشعبية والتي حملت شعار لا لسياسة الإفقار والتجويع جابت عددا من شوارع المدينة وأكد المتظاهرون مواصلة الاحتجاجات والتصعيد وإقامة الوقافات الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم المشروع شاركتنا اليوم في المظاهرة السلمية في عاصمة المحافظة زنجبار وذلك من أجل تقفيض الأسعار أيضا نطالب حكومة المناصفة بأن يتغلوا في أنفسهم وأن يكونوا عونا لهذا الشعب في المحافظات القنوبية وكما نأمل منهم تقفيض الأسعار بأسرع وقت ممكن لكون الشعب لم يحتمل أكثر وذلك من قلال الأزمات والصراعات والحروب التي تمت في هذه المحافظات المحررة في هذه الوقفة الاحتجاجية على وضع المعاناة التي تمر بها أبيان صفحة عامة وخاصة زنجبار وبعض المدينيات بسبب قلاء الأسعار الذي وصل إلى ذروته وعانى المواطن من قراءة كثير من القضايا منها الفساد المستشري وكذلك أوضاع القلاء الأسعار المزايد دون رغيب أو محاسبة بمرافق خلت من مدرأها لم تابعهم مثلها في شركة التجارة التي يفترض أن تتابع وتقييم وضعها ولكن للأسف برضو السلسلة المترابطة من السلسلة القيادية مثلها بالمديرية زنجبار والمحافظ لم نرى متابعة حقيقية لالتماس وضع المعاناة التي يمرها المواطن قالت مؤسسة الموانئ الكويتية إنها تخطط لإنشاء أول مدينة لخدمة مصنعي سيارة الكهربائية في الشرق الأوسط ونقل بيان صحفي صادر من المؤسسة عن المدير العام الشيخ يوسف العبدالله الصباح قوله إن طرح المشروع للتصميم والإنشاء سيكون خلال السنة المالية الحالية 2021-2022 وقال المدير العام مؤسسة الموانئ الكويتية قادرة على تقديم كافة الخدمات المينائية واللوجستية المناسبة لكبرى الشركات حول العالم من مصنعي سيارة الكهربائية وأشار إلى أن الشركات الرائدة في مجال صناعة سيارات الكهربائية تعمل بمنظومة تجارية مختلفة في البيع المباشر من خلال منصاتها الإلكترونية دون الاعتماد على وكيل أو موزع محلي تباينت أسعار نفط الخام في التعاملات المبكرة اليوم مع تصاعد المخاوف الصحية النجمة عن سلالات فيروس كورونا وتسارع عدد الإصابات الجديدة عالميا وقبل أيام أقدمت الصين على خطوة هي الأولى منذ شهور تمثلت في فرض إغلاق طال ملايين سكان المحليين رفق ذلك عمليات فحص عشوائية واسعة لطاق وتراجع تسعار العقود إلى جلة لخام القياس العالمي مزيج برينت تسليم أكتوبر ثمانية سنتات إلى اثنين وسبعين دولاراً وواحداً وثمانين سنتاً للبرميل كما تراجعت أسعار العقود إلى جلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسط تسليم سبتمبر أربعة سنتات إلى واحد وسبعين دولاراً واثنين وعشرين سنتاً للبرميل وقبل الختام هذه جولة سريعة على أسعار العملات ترجمة نانسي قنقر إذن كان هذا كل ما لدينا في نشرتنا الاقتصادية أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة